شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة دمي البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع انتاج الهايدروجين الأخضر وتصديره من مصر وأكد مدبولي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وشهدت مراسم التوقيع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نحو توسع مصر في مجال انتاج الهايدروجين الأخضر وصولا إلى إمكانية التصدير وذلك اتصالا بالتوجه العالمي للحد من انبعاثات الكربون وتخفيف أثار تغير المناخ من جانبها أشارت شركة دمي البلجيكية إلى وقوع الاختيار على مصر لإقامة المشروع نظرا لموقعها المتميز ولا تمتعها بمصادر الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب توفر البنية التحتية البرية والبحرية المؤهلة والأيد العاملة الماهرة اشتركوا في القناة